أهلا بكم مشاهدين مرة تانية ومستمرين معكم في فقراتنا في نارك سعيد مستمرين في توطية استثنائية للأحداث الحالية ويمكن زي ما احنا قلنا ان احنا منحاول نتناول مع ضيوفنا المختلفين الوضع الحالي من مختلف وجهات النظر من وجهة نظر الخبراء الاستراتيجيين من وجهة نظر الصحفيين من وجهة نظر نجوم لعبة كرة القدم هيكون مشرفنا النهاردة الكاتب الصحفي أستاذ محمود العربي صحفي بجريت الشرق سبع الخير يا فامي سبع الخير يا أستاذ محمود احنا زي ما انتفقنا قبل الحلقة احنا نتكلم على كل الأحداث اللي حصلت الأسبوعين اللي فاتوا في الشرع المصري يعني مش هقول الأحداث بقى الكوارس اللي حصلت الأسبوعين اللي فاتوا بس خلينا نبتدي الأول بالشكل العام شايف السيناريو اللي بيحصل في الشرع المصري ازاي؟ ده السيناريو مخطط يعني مؤامرة مدبرة او امر دبرة بليل يعني مش معقولة ان احنا نلاقي في وقت كده بعد ما تعدي انتخبات مجلس الشعب بسلام جدا نبص نلاقي سطو مسلح اقتحام لمقرات شرطة الانتشار الواسع لعمليات السرقة وأخيرا بقى الأحداث بتاع بورسعيد يعني الموضوع ده كله ندل على شيء ما يدل إلا ان هناك فيه أيدي بتخطط بتخطيط محكم جدا طيب أستاذ محمود الناس تعبت من قصة الأيدي الخفية والله والخفي والأصابع المندسة عمرين بنسمع عن كلها ألفاظ وكلها مسميات لنفس المجهولين المجهولين المجهول بتقايت دايما كان زمان بيقولوا تقايت ضد مجهول من هم المجهولون هو يجيبوا فلوسهم منين المجهول أولا اللي يعرفه أكتر واحد يعرفه جهاز الشرطة لما حبوا يقبضوا على الحنبولي جابوه خط الصعيد خط جابوه بلا صلقة واحدة من غير أي حاجة واللي عايزين يجيبوه بيجيبوه سرقة البنك بتاعة في التجمع الخامس بعد ثلاث ساعات تيجي واللي هي في شرم الشيخ اللي هي حتة قد كده ومعروف ده فلان وده فلان وده فلان مش عارف يجيبوه لحد دلوقتي يعني أنت اللي عايز مسكوا العقل اليد المنفذة يعني لأ هم اللي عايزينه ما فيش حاجة اللهو الخفيدة الدخلية اللهو الخفيدة أنا أعرفه بأنه هم بتوع الدخلية يعني نقدر لو كلمنا مين المسؤول هي مسؤولية الدخلية الدخلية لا لا الأول المسؤول عن الأحداث دي كلها المشير رأسا بصفته أنه هو الحاكم حاكم الجمهورية مصر العربية بصفته الحاكم هو المسؤول رأسا إنما بعدين بقى إحنا لو هتجيب الموضوع بقى بالتسلسل يبقى بعده على طول وزارة الدخلية كيف نتكلم عن مؤسسة العسكرية بقى أهمو طيب أنا أسألي بس عن الدخلية هو المجلس العسكري ككل اللي هو على سدة الحكم طيب حضرتك حملت المجلس العسكري طبعا أنه هو الحاكم الوضع كله لكن أنا أتكلم بس عن الدخلية وإن أسف أن أنا كنت يعطيت عليك عشان أسأله الدخلية هل نقدر نقول الدخلية كلها ولا قيادتها ولا ما يشاع عن أمن الدولة تحول إلى الأمن الوطني ويمارس نفس الوضع مين في الدخلية والله الدخلية بقى إحنا بنقول الدخلية في المجمل الدخلية بقى مين المفترض يعرف ده اللي تحت منه وزير الدخلية هو المفترض اللي يحكم اللي تحت منه كلهم في السلم الوظيفي بتاعه فهو يعرف بقى مين اللي بيدبر بس برضه علشان يعني ما نبقاش ظلمين قوي ان في فعلا في ناس بتدفع فلوس من داخل سجن تورا ومن بره سجن تورا يعني في ناس بتدفع فلوس التمويلات دي كلها للناس اللي بتطلع دي واتخرب كل الحاجات دي بتدفع لها فلوس وفلوس مهولة فلوس مهولة جدا يعني دلوقتي للاختصار المسؤول هم المؤسسة العسكرية سواء المجلس العسكري أو وزارة الداخلية والمستفيد هنا سجن تورا والممولين طبعا في نفس الوقت لو عدنا بالزاكرة للوراء شوية يعني في اخر حاجة في اخر كلمات مبارك قال انا او الفوضى يعني ما دي حاجة علامة استفهام محتاج ان الناس تقف عندها برضو يعني ايه نحن فاكرين الجملة دي كبير هي لا تخفى على احد طب السؤال العشر شهور اللي فاتوا سقط ضحايا قد كده دماء المصريين قريقت على قارعة الطريق لجان تقصي حقائق قد كده ومحدش طلع لنا متهم واحد حوكم واخد جزاؤه واخيرها مبارح البرلمان بردو الجديد المفروض ان هو البرلمان الثوري بردو شجل لجان تقصي حقائق حرارك شايف انه الوضع ازاي بالنسبة للجان اللي فاتت كلها وهل اللجنة الجديدة مختلفة عن اللجنة اللي قبل كده ولا لا انا ما ظنش ان اللجنة هتوصفر عن شيء اولا بس خلينا احنا نذكر بحاجة بس احنا من ساعة من اول ما تم خلع مبارك يعني دلوقتي شاهدنا ثلاث حكومات الثلاث حكومات حسب الارقام الرسمية اللي مطلعينها هم ماشي شفنا اكتر من حوالي 188 قتيل تقريبا صحيح 1855 دول كلهم يعني كان طبعا حكومة الجنزولة تتصدر في الرقم بالنسبة لعدد الشهداء وعدد المصابين وتليها حكومة الشفيق تليها حكومة شرف فحكومة شفيق اللي استمرت 20 يوم يعني رغم كده احنا دلوقتي الوضع كله في حالة انفلات وسيولة وميوعة مفيش مفيش ضبط بمعنى الضبط الفعلي يعني احنا كنا منتظرين بعد البرلمان يبقى فيه انفراجة وحصل الكلام ده يعني فيه بقى هدوء شوية في الاستقرار ادى الارتفاع البورصة وقدى لتبشيرة بعودة الاستثمارات وتحريك عجلة الانتاج الا ان احنا دلوقتي صحينا على الكرسى بتاعت بورصة عيد دي الامن انت مش عارف لو مش هتعرف تأمن ما تروحش الامن كان قاعد في مدرجات وقاعد يعني لا حول له ولا قوة بالعكس استنجدوا بيه علشان يحموهم ما حمهمش نينا اقول لحضراج بعد الارائل اللي كانت موجودة اليومين اللي فاتت بتأكد ان سرعة الاحداث وقصوة الاحداث اللي حصلت الاسواعين اللي فاتت في مصر كان الغرض منها التأكيد على اهمية قانون الطوارق او ان احنا نرجع مرة تانية قانون الطوارق هل فعلا الصورة ممكن تبقى فقط متمثلة في قانون الطوارق ولا الموضوع اكبر من كده والله ده واحد من الاحتمالات يعني احد احد الاشياء بس مش هو كل شيء يعني احنا عندنا الجيش مش عارف انا لا ادري لماذا لا يريد تسليم السلطة او المؤسسة العسكرية تحديدا لماذا لا تريد تسليم السلطة لماذا لا تنتخب رئيس مدني منتخب ليه ما يتمش عملية التبكير والتسريع بالانتخابات هو الصعب المنطقة الوحيدة في مجلس انه يعني صعب انك تجيب حد فوقيك عشان يحسبك ده المنطقة الانسانية يعني بيقول كده لا لا انت دلوقتي انت راجل المفترض انا بتكلم على المجلس العسكري يعني كما قيل وكما قالت الناس انه حامى الصورة وخلاص دورك انتهى عود الى سكناتك مفترض يبقى فيه حياة دموقراطية سليمة تم ازاي عن طريق تسريع التسريع في انتخابات الرئاسة بسرعة لتولي رئيس مدني منتخب على اسر ذلك تأتي استثمارات يتوفر الاستقرار سواء الاستقرار السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي تستطيع ان تضع خطط تنمية تستطيع ان تضع خطط خمسية وما الى ذلك طيب انا عندي سؤال حضرتك قلت لي انه ما حدث ده نوع من المؤامرة ده على كلام حضرتك هو مش نوع هو مؤامرة هو مؤامرة اه اه ايه الترتيب بقى يعني مفروض انه انا انفلت الحديث قبل الهواء انه دي خطة كاملة دي خطة متكاملة لها اهداف وليها طريقة بمعلومات حضرتك واطلاع حضرتك ايه اللي جاي علينا اه اللي جاي بقى يعني احنا عاديين للأسف اللي هما في ايديهم الامور عاديين شغالين على رد الفعل مش استباق الفعل بمعا يعني يحصل الحدث نبتدي نتحرك بعد ما الاتيل يقع الناس تبتدي تتحرك احنا عايزين نمنع الحاجة النمنع دي دي مسؤولات مين تمنع تستبق الموضوع يعني يعني لو هناخد موضوع اللي هو المصار ويشغل الرأي العام حاليا اللي هو احداث بورسعيد الشرطة لما هي رايحة مش هتأمن راحها ليه ايه اللي خلاها راحت خلاص انا مش هقدر اأمن يأمن انا هم ما يستدعوا افراد من الشرطة العسكرية للتأمين او إلغاء المطش او إلغاء المطش اه او إلغاء المطش اه او إلغاء المطش خليني سوريا انا بس سألت السؤال دا لسبب واحد انه اللي جاي علينا ايه بمعنى ان احنا دقتي موقف متأزم الناس نزلة في الشارع النهاردة امبارح فيه ستمية او حاجة اصيبوا اتنين ميتوا في السويس الوضع ما البقى تطور طيب حل الازمة فيه يعني هو انا بسأل دا السؤال دا هو الحل في اعلان على طول اعلان دلوقتي التسريع بانتخاب رئيس مدني ان الجيش يقول والله او المجلس العسكري يقول والله يا جماعة انا خلاص قديت مأموريتي وتمام وتفضلوا انتخبوا رئيس يدير البلد طب يعني انا مش عايزة اقول ان دي يعني طبعا معظم الشعب المصري دلوقتي عايز تسليم السلطة طبعا الدعوة لتسليم السلطة يعني بقت ايوة فين بقى القرار فين المفترض بقى يبقى فيه رد فعلا من المجلس العسكري صحيح ما تقوليش ايدانا ولا دين وانا استنكر احنا قرفنا من الحاجات دي يعني عايزين فعلا حاجة يبقى فيه خطوة ملموسة الناس ماتت يعني انا انا كنت مبارح عند مشرحة زينهم من الساعة عشرة لحد الساعة اتنين ونص يعني مناظر لا توصف يعني خليني اكد على حدرتك برضو دايما تصريحات المجلس العسكري حول تسليم السلطة انه احنا لو سبنا الحكم دلوقتي البلد هتقع في مزيد من الفوضى ليه ورد فعل الناس البلد ما شهدتش فوضى قد اللي شهدتها على ايد المجلس العسكري هو ده يعني هو ده اوقع رد اللي قلتيه يعني افضل رد للسؤال الاولاني يعني الشق الثاني بيجيب على الشق الاولاني يعني فكرة الفوضى اللي بدأها الرئيس المخلوع دي بقت عذر يعني فاسد جدا احنا حتى لو عدنا بالزاكرة للخلف يعني زي الايام دي ما كانش فيه فوضى زي دلوقتي يعني ما كانش فيه شرطة ما شفناش خالص اول مرة احنا عندنا يبقى حاجة اسمها اقتحام مسلح للبنوك سطو مسلح دي اول مرة يشوفوا الشعب المصري يعني ازاي ومتكرر وعلى طول يعني ايه وسنة ورا بعض ورا بعض يعني حاجة برضو محتاجة ان الناس تقف عندها وتحط كزا علامة استفهام طيب لو لم يحدث ذلك هو ده بقى السؤال يعني ايه ما احنا طرحنا ده طبعا ومفروض انه يحصل لحدك بتقوله فرضنا ان ده ما حصل شي هيبقى ايه الوضع ثانيا في حاجة انا عايز اضيفها خصوصا انه المشير تنطوي لما كان في استقبال فريق كرة الخدم فريق الاهلية في مطار شرق قال انه ليه الشعب ما بيشاركش في ده وليه ما بيقفش للناس اللي بتخرب دي فطبعا هي فسرت تفسيرات كثيرة في ناس فصرتها انه ده دعوة انه ده ممكن طبعا احنا ننزل نقتل بعض اللي نعمل دي والناس تانية قالت لا ان احنا بنتكاتف حالك شايف التصريحات دي عاملة ازاي في اطار انه عندنا حاجة وسبعين شهيد وحتى الان يضافوا الى قائمة شهداء الشعب المصري ولا حسيب ولا رقيب ولا قاتل يقدم للعداد الجزء الاول من السؤال اللي هو الخاص وماذا بعد يعني ايه لو او لو ما حصلش ان العسكري يصرع باستلام السلطة كنت تقصده في الجزء الاول من السؤال ده يعني لو لم يستجيب يعني لو لم يستجيب يعني على الاقل الناس محتاجة يبقى تسريع في المحاكمات اللي بقى لها اكتر من سنة طبعا وتبقى احكام راضيع يعني ولا انا وانا لا اظن ان الشعب المصري هيوزن لن يرضى الا بوضع رقبة مبارك على المقصلة اي حكم غير كده مش هيرضي حالفادي ما انا بكال الوقت اصلي ومش مش ساعف الناس في الشارع واللجنة تتقصر عقائق لسه هترد كمان اسبوع وفي وضع متأزم في الشارع احنا بنتكلم انه لو لم يحدث هذه الحلول المنطقية اللي كلنا بنقولها ايه الوضع اللي داخل علينا لانه احنا دلوقتي ابتدينا بقى انك كامي يوم احنا مش عارفين رأسنا من رجلينا الناس مش عارفة نام صوتوا عمليات سرقة حاجات كتير قوي يعني ممكن نروح فين دلوقتي انا اعتقد ان المجلس العسكري هيبكر بموضوع الرئاس اعتقد يعني ان من خلال توتر الاحداث دي لازم والضغط الشعبي ده بقى مطلب عليه اجماع يعني مفيش حد مختلف عليه نهائيا لا رجل الشارع البسيط ولا ولا السياسي ولا الاقتصادي ولا حتى منظمات رجال الاعمال واللي ملهمش احتكاج بالسياسة خالص وطول عمرهم بعيد عنها يعني وعلى رأسهم اتحاد الصناعات والتحاد المستثمرين والنقابة الاخيرة التي شكلت للرجال الاعمال كله بيطالب بالتبكير باستلام تسليم السلطة ان هم عايزين يشتغلوا يعني بغض النظر هم مين ما يفرقش معاهم بس هم الناس عايزة تشتغل عايزة عندها استثمرات عندها حاجات امبارح كان فيه جلسة طريقة لمجلس الشعب واتعرض فيها يعني التصريحات كتير كانت على النواب وعرضوها وكان فيه توصيات في اخر الجلسة واعتقد المجلس الشعب اليومين دول حانعقد بشكل طريق يعني مؤكد ومستمر رأي حديك ايه في التوصيات التي اتعرضت امبارح والله يعني التوصيات يعني هي الى حد الماء مرضية يعني وان لم تلبي يعني جميع المطالب ككل انما هي الى حد الماء مرضية وانا اعتقد ان يعني هو بعد دلوقتي طبعا اقيل المحافظ بورسعيد ومدير الامن وخلال ايام ما قالوش اقيل هو ما ما علينا في اللفظ يعني بس هو اتحفظ عليهم بس في النهاية هو كلهم ومعهم برضو وزير الداخلية انا اعتقد انها يتم اقلته خلال ايام على مساءة حضرتك على لك دي قص حضرتك قلتلي انه مش شايف ان هي سوف تؤدي الى نتيجة طب بس عايز كان جزء من السؤال اللي فاتلا ما صدرته حضرتك طريق حضرتك على تصريح المشروط وانطوي في استقبال وفريق الاهلي كان ايه يعني تعليق باهد جدا جدا يعني يعني لا يرضي احد يعني التعليق لا يرقى لمستوى الحدث يعني 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 التعليق فاتر طب حضرتك طب حضرتك شحرنا اقول لنا يعني لان النهاردة سمعنا تعليقات كثيرة جدا على تصريح المشير شايفوا ازاي شايف ايه الرسالة يعني الناس اصلا يعني الحدث جلل فالمفترض يبقى فيه يعني يبقى التصريح متماشي مع ضخامة الحدث ما ينفعش يعني يبقى بقدر كده الكلام يبقى بين بين حاجات انت قولي قولي انا هقدر او يخف من حدة التوتر ان انا مثلا خلال ايام هجيب المتسببين في هذه الازمة يعني انا اقول له مثلا خلال اسبوع وادى اوامر وادى واعمل وعندي من الاجهزة الامنية ما يساعدني على ذلك ان انا هقدر هجيب هعرف مين المتسبب في الموضوع ده واجيبه فبالتالي ده يبقى لحد الماء مرضي ويتم الرضاء بالكامل لما يتجاب فعلا الناس دي انما غير كده دعني انه يصرح بانه انا المسؤول قدامكم ان انا اوصل ايوة انا اعطى دي في الاحداة اللي حاصلت اللاهو الخفي ما بيبنش اللاهو الخفي احنا دلوقتي احنا دلوقتي يعني برضو نواقف عند نقطة النهارده حدوك قلت انه قرارات البرلمان لا تلبي الحاجات اللي طالبها الشاب المصري على الاقل عشان تهديه واحنا في وضع متأزم والناس في الشارع هل الوضع هيستمر على كده لمدة الاسبوع ولا حداك شايف انه ممكن الموضوع يتحل قبل كده ولا مين مفروض يعمل ايه باستثناء انه طبعا دي يعني تبقى حلول اللي هو ايه نعرف نفهمها يعني دايما الحلول مع عمرها ما بتيجي زي ما احنا عايز نعزي طبعا شبهها جنبها يعني عمرها ما بتيجي بالزبط احنا يعني اللي نبقى موضوعين ان مجلس الشعب مش يعني هو سلطة تشريعية يعني ورقبية هو ما عندوش الادوات اللي يقدر يعمل زي ينفذ بيها زي الداخلية او زي زي وزارة الداخلية وزي الامر فهو لحد دوره كده يعني فيه طلعت مطالبات طلبة من داخل المجلس بتسجيل بس ازاي فالني ما عليش مرهي يعني بس ازعرف عند النقطة دي ازاي المجلس يعني ليس له سلطة على السلطة التنفيذية يعني مش ليس له لا لا هو يصدر قرارات ويتم تنفيذها يصدر قرار مستدعي الحكومة كلها يصدر قرار بس هو هو دلوقتي ماشي تمام انه استدعي القرار وكده بس انه هو ما عندوش ما عندوش هو ادوات انه يروح يعمل مثلا يعرف يجيب مين اللي هو اللي عمل الجريمة الفلانية دي او مين اللي تسبب في ده يعني هو برضو هو معروف اختصاصاته بس علشان يعني الموضوع مختلط قوي يعني على الجمهور العادي انه خلاص ده مجلس شعب بعد الثورة ومنتخب انه هو يعمل كل حاجة يعني فيه كثير من الاراء قالت انه كان مفروض انه يتم تشكيل لجنة قضائية على اعلى مستوى حيث انه نختصر في الوقت وننقذ افراد حقيقية طب ما هي تشكيل اللجنة القضائية هي تقص الحقائق يعني ايه الفرق بين دي ودي لكن المجلس في الاخر يقدر يسحب المجلس هو اهم حاجة في ان انت تعرف تجيب تجيب مين الجاني او المزنب ده المهم وهي مسؤولات الامن في الاخر طبعا هو في الاخر برضو انا زي ما قلت الاول وبقىك اللهو الخفي بين قسين الداخلية الفترة اللي فاتت غير عملات السطر المسلح اللي حصلت في مصر برضو حصل اعتصامات من فئات كثيرة من ضمنهم العمال المؤقتين بهويس اسنا يعني بقالنا كذا يوم صحيحنا كلنا اتخذنا مع احداث برسعيد بس بنسمع كمان على اعتصامات بتوقف حال البلد في منها مقبولة وفي منها غير مقبولة العمال الموجودين بهويس اسنا بقالهم اكتر من يوم موقفين حركة الملاحة تماما في حوالي 100 سفينة سايح اجنبي احنا هنتعامل مع الموقف ده ازاي وحنستنى امتى يعني امتى هتبتدي الداخلية تتحرك وامتى هتبتدي جهات الامنية تتحرك تشوف ايه اللي بيحصل في الشارع المصر هم هو يعني انا اخر حاجة كنت قبل مدخل الهوى هم هم فعلا فضوا الاعتصام فضوا الاعتصام لا لا فضوا الاعتصام تضامنا مع ال مع شهوداء برسعين يعني قد تخيرهم يعني هم فعلا طب يعني برضو يعني خلينا نتكلم حضرتك بتقول دلوقتي كمان هم فضوا الاعتصام والاعتصام يعني لم يفض عن طريق الامن او عن طريق حل المشكلة بتاعكم طب احنا ليه بنستنى على كل الاعتصامات احنا مش بنتكلم تماما ضد الاعتصام لكن الاعتصام في حدود معينة تمام ليه بنستنى عليها لحد ما يا امه تتحلل وحدها يا امه نستجيب بعد بعد الضغوط وبعد الضغوط يعني ليه ما بنتصرفش عشان نمنع الحاجة ان هي تحصل هو الموضوع ده كان تلخيصه من الاول خالص وكلنا نقدر نتجنب الموضوع ده من اول الثورة لو كان تم تحديد حد ادنى وحد اقصى للاجور كان كل في كل مؤسسة الناس كلها كانت هترتاح وكله يبقى عارف ترتيبه الوظيفة ايه وبعد ثانة هيبقى ايه وكده فكان ده كان هيقضي على كل المشاكل وسانيا انا زي ما قلتلك ان احنا للأسف كل الحكومات بتتعامل بموضوع رد الفعل ايه يعني يعني الاعتصام يحصل عايزين مش عارف بدل وجبات عايزين يزودوا مرتباتهم عايزين ايه بعد ما يقطعوا السكة وبعد الدنيا ما توقف والحال يوقف يروحوا مستجبيل للطلبات بتاعتهم ليه اه بس احنا دلوقتي دخلنا في خطوة بقى اعلى يعني احنا دخلنا بنتكلم مع على زي نتعامل مع السياح وبنتكلم من اسبوع تقريبا كان فيه اعتصام عربيات الاسعاف يعني يعني بنتكلم في حاجات صعبة جدا ان احنا نسيبها جدا تمشي بظروفها طبعا يعني تحديدا بتوع الاسعاف الناس دول عملوا جهد كبير جدا جدا طوال العام الماضي من اول خمسة وعشرين يناير الماضي اه طبعا يعني الناس دول اشتغلوا وعملوا موضوع الحد الادنى والحد الاعلى للاجور هو هيريح الناس كلها او على الاقل حد ادنى يعني بناش حد اقصى طب ده هنا الاعتصامات سبب زيادتها انه ما بيتحلش حلول صحيحة من الاول ومع الضغط بيتطر حقولهم المطالب فالناس كلها كرات الاعتصامات لكن انا ما عرف عند حدثة تانية تخص اختطاف خمسة وعشرين خبير صيني جايين بيشتغلوا في سيناء وسيناء بقى حوادثها كتير ما احناش فاهمين فيه ايه بس هنا الموضوع مش بقى قطع طريق ده مش مطالب عندنا تفجير تفجيرات لخطوط الغاز عندنا لسه نهار ده الصبحية حدثة في نخل هجوم على اسم نخل باسلحة واربيجهات وحاجات سيناء وضعها ايه وازاي نتعامل مع المختطفين يعني احنا هنا بقى خراص احنا هنا خرجنا عن التعامل مع الاعتصامات هنا في خطف حتى لما تم تحرير الخمسة وارشين الخبير السيني ما احناش عارفين ايه اللي حصل ولا مين اتهم ولا مين اتحكم ما نعرفش اي حاجة ما هو ده ما بقولك ده كله كان ده بداية استمرار للأحداث اللي تصرعت في خلال فترة وجيزة جدا اللي هو المخطط ده كله جه مع قرب محاكمة مبارك يعني يعني انت لو هتربط بين الحداثين هتلاقي فيه فيه عامل مشترك ما بينهم يعني الموضوع ده مع المفترض يعني مع قرب المحاكمات الخراب ويسع قوي والدمار انتشر وحوادث السرقة وحوادث السطو وكل الحاجات دي دايما الفاعل مجهول يعني ده فعلا والناس دي يعني زي ألا يمثل دالي خطر على سينة وخصول ان هي منطقة حساسة وهمة ومرتبطة باتفاقية سلام ومرتبطة بعلاقات يعني متشكة جدا ما بين مصر واسرائيل وامريكا وفيها قوات حفظ السلام ده بيؤثر على الوانع ازاي خصوصا ان احنا يعني فيه بقى غضايا بتاعت تترفع علينا عشان الغاز اللي وقف تصديره وواواواواوا ده 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 بيتم متعامل مع ازاي احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل هو ده بيمس مش بيمس الخطر على سينة بس ده بيمس الخطر على مصر كلها اولا احنا شهدنا تخفيض للتصنيف لاقتماني لمصر لاكتر من ست مرات تم تخفيض التصنيف لاقتماني لنا ده بسبب ايه بسبب عدم الاستقرار البنك الدولي على موضوع القرض اللي هو كان مفترض يمنح للحكومة اللي هو ثلاثة واثنين من عشرة مليار دولار وكان واقف شوية بسبب كل الحاجات اللي بتحصل دي انه ما عندكش استقرار ما عندكش ما عندكش امن ما فيش ما فيش الحاجات اللي بتحصل دي في سينة بتأثر تأثير جامد جدا على السياحة يعني وخاصة انه لما بيبقوا المختطفين اجانب في دول طلبت رعاياها بسحب بمغادرة مصر كل ده بيأثر عليك في بيجيب بأثر بأثر وبيعم على كل حاجة لان اي اي حاجة مرتبطة بيها كذا كذا شيء يعني مثلا لو خدنا السياحة دي مرتبط بيها اكتر من 35 مهنة يعني تأثرت السياحة بتتأثر بالتالي على طول بينسحب الأمر على 35 مهنة اللي جنبها وهكذا الحاجات دي في طبعا لأحد ينكر ان الناس اللي هما ما عرفوا بالفلول ان هما وراء جزء كبير من اللي بيحصل هما ده جزء في تاني في دول خارجية بتاع بس مثلا على رأسها اسرائيل ما يهمهاش يبقى فيه استقرار في مصر لان في حالة الاستقرار في حالة الاستقرار ده هيأثر عليها هي هيخفض من اعداد السياحة عندها هيخفض من الاستثمار هيبقى تنمو جنبها دولة عظمة كبيرة جدا يعني الفلات الامني اللي موجود دلوقتي في البلد هو المتحكم في حركة السياحة في البورصة في سوق الدهب هو مرتبط بكل يعني حركة الكر والفر اللي بتحصل في كل المشاريع الاقتصادية اللي موجودة في مصر طب خليني اسأل حضرتك برضو بشكل عام كده الفترة اللي فاتت ما كانش فيه الناس تتقسمت لنصين ما بقاش فيه تقارب كده في وجهات النظر وده طبعا نتيجة التصيحات المختلفة المتضربة لمعظم المسؤولين في مصر تفتكر في الفترة الجاية بعد الاحداث اللي احنا بنعتبرها كوارث اللي حصلت في مصر ممكن وجهات النظر زي تتقرب مرة تانية هو انقسام الناس لفصطين مختلفين ده حدث نتيجة تقريبا وفي الغالب بيبقوا الهوة بين الشباب بين جيل الشباب وبين الجيل الكبير ده بيبقى اكبر انقسام فيهم لان ده ليه فكر وده ليه فكر تاني مختلف ده جزء الجزء التاني طبعا بيغزي ده التصريحات بتاعت الحكومة الجزء التاني انا بقولك اللي احنا هنشهد تجمع فعلا يعني احنا دلوقتي كلنا تجمعنا مع الاحداث بتاعت برسعيت يعني الناس كلها بقت عندها بقى فيه على الاقل فيه مطالب واحد اتنين ثلاثة الناس متفق عليها وليكن الخلاف نفس ردة فعل لموقعة الجمل يعني هما الاتنين بالمناسبة يعني في وقت واحد في الزكرة يعني مرتبطة بالزكرة بالزبط يعني التشكير انه ما تنسوش ان احنا عمل ما فشل فيه في 2 فبراير 2011 يعني حققه في 2 فبراير 2012 فالموضوع ده جمعنا زي برضو ما جمعتنا موقعة الجمل بعد الخطاب الاستعطافي اللي كان القاى مبارك وكان يعني كاد ان يضر كاد ان يضر بالثورة الا ان موقعات الجمل جات رجعت للناس تاني الحقيقة وعادت لها الوعي تمام كتب صحفي أستاذ محمود العربي صحفي بجريدة الشروق بشكر حليك جدا على وجودك معينا النهاردة ونعرف ان احنا اتكلمنا في موضيع كتير زيدان لزوم نشكرك كفان ما اجهدناك وكاننا في موضيع كتير العفو العفو مش هلينيا دي كانت نهاية فقرتنا لسه فضلنا فقرة واحدة بعد البصل على طول تابعا 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 تابعا